اهلا بكم في اليوم السابع ومجموعة من الملفات نتابعها على مدار الوقت القادم ستحدث عن اجتماعات الجمعية العامة العمومية الامتحدة وحضور سيد رئيس الوزراء والوفد المرافق له والاجتماعات التي حصلت على هامش هذا الاجتماع وايضا سيكون معنا ملف المشهد السياسي واخر المستجدات قبل ان نتابع كل ذلك نبقى مع العراق في اسبوع الوضع العراقي وبناء الاقتصاد العراقي ومواجهة الارهاب الارهاب الداعش هذه القضايا كلها تطرح في اللقاءة التنايرين سيد رئيس الوزراء والقادة الاخرين استطاع السيد الكاظمي ان يعيد هذه العلاقات ويقصر ويصغر المساحات والمسافات بين حتى الدول المتقاطعة مع بعضها والعراق اليوم اصبح لا ناقل رسائل وانما هو مرتكزا ومؤثرا انظار متجهة صوبة مع مخرجات الحراك السياسي واخرها انتظار الاجتماع المرتقب او المزمع عقده واللقاء مع زعيم الثيار الصدري مطالبة واضحة وصريحة من قبل لطارق تنسيقي للحزبين الرئيسين على ان يحسموا الامر في الموعد المحدد هذا الاجتماع الدوري للجنة الدائمة للاعلام العربي وسيناقش الكثير من البنوت لاسيما التحديات التي تواجه الاعلام العربي ايقاف استحداث كليات من هذا النوع نسميه المجموعة الطبية والصحية الحكومية والاهلية يعني مو فقط الاهلية شنون داخلنا الابراج بداخل السياج الكونكريتي ومنظومة الكاميرات الحرارية والحمد لله والشكر منك لت مخاطر ومواجهة وعبور يومي الى الموضوع انقطع لا تحمل هذه الممارسة اي رسالة سياسية لأي طرف كل الاطراف هي اطراف عراقية كل الاطراف لديها رقبة في ديموت السلم والامان فيها العراق 200 مليار خاصة بالشمول ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بقية المبالغ وقدرها 453 مليار دينار تكون هذه المبالغ مخصصة للأسر المشمولة دون خط الفقر منفيه بوزارة التجارة ما تردد اليوم من قرار جديد لحجب البطاقة التومينية عن العوائل الميسورة تعميق المسالك المائية والانهر الموجودة في الاهوار لغرض ايصال مياه الشرب سواء للمواطنين او للحيوانات التي تعيش في هذه مناطق اهوار تشبايش نبدأ من الملف الاول حضور العراق الفاعل باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها السابعة والسبعين والذي ظهر واضحا من خلال اللقاءات البينية التي اجراها رئيس الوزراء الاستاذ مصطفى الكاظمي مع مختلف قادة العالم مراقبون اكدوا ان تلك اللقاءات ترجمت النجاحات الدبلوماسية العراقية على المستويين الاقليمي والدولي هذا الملف وما يتعلق به نفتحه مع مستشار رئيس الوزراء الدكتور حسين علاوي اهلا ومرحبا دكتور قبل ان نبدأ بالحوار مع الدكتور علاوي ننتقل الى واشنطن معنا من هناك مراسلة العراقية الاخبارية زين ابراهيم اهلا ومرحبا زينة اه واسأل عن صدى حضور العراق في اه الاجتماع الجمعية العامة لاممتحدة في دورتها السابعة والسبعين واللقاءات البينية التي اجراها السيد رئيس الوزراء وايضا مع الوزير الخارجية مع عدة مسؤولين هناك استرمد فعلا يعني هنا في نيويورك كانت اجتماعات خلال الاربعة ايام الماضية مكثفة مع العديد من جول العالم وبالاضافة الى منظمات جولية اخرى كان هناك اجتماع مع الرئيس الامريكي جو بايدن اجتماع بين رئيس الوزراء والرئيس الامريكي جو بايدن كان اجتماعا مهما بالاضافة الى الاجتماع مع امين العامل امم المتحدة سلسلة كبيرة من الاجتماعات ولكن في الحقيقة تفصلنا ما يقارب الساعتين او ثلاثة عن كلمة العراق امام الجمعية العامة بدورتها السابعة والسبعين هناك ملفات كثيرة نتوقع ان يتناولها الرئيس الوزراء في هذه الكلمة يعني قد تبدأ الكلمة بدور العراق التاريخي في المنطقة ودور الذي يلعبه العراق حاليا بتقريب وجهات النظر بين الفرقاء في المنطقة بالاضافة طبعا الى الملف المهم الذي يشغل الكثير من وسائل الإعلام الغربية والقادة هنا في الامم المتحدة وملف محاربة الارهاب ومحاربة داعش تحديدا العراق كما تعلم قطع شوطا كبيرا في هذا المجال ولكنه يحتاج الى دعم دولي في اعادة البناء واعادة تأهيل المدن واعادة النازحين فسيتم طرح هذا ايضا في كلمة رئيس الوزراء بالاضافة الى هذا فسيتحدث رئيس الوزراء عن الشأن الداخل العراقي وعن الانسداد السياسي بعد ان نجح العراق بتحقيق انتخابات شهدت بنزاهتها معظم الدول بالاضافة الى الممتحدة ولكن اكيد هناك اخفاقات من السياسيين العراقيين بتشكيل حكومة سيتطرق بهذا رئيس الوزراء يتحدث عن دور حكومته في محاولة ايجاد حلول تجمع جميع الفرقاء السياسيين على طاولة حوار لتشكيل حكومة باسرع وقت ممكن بالاكيد هذه نقطة مهمة ايضا تقلق المجتمع الدولي الكثير من القادة الذي التقاهم رئيس الوزراء كان لديهم قلق بهذا الملف تحديدا تشكيل الحكومة من اجل ان تستقر المنطقة يجب ان يكون لك استقرار سياسي عراقي استقرار السياسي سينعكس على الاستقرار الاقتصادي ايضا فبالتالي هذا احد اهم النقاط التي اثيرت هنا على هامش اجتماعات الجمعية العامة اما فيما يخص الملفات الخارجية فنتوقع ان يتحدث رئيس الوزراء عن الحرب في اوكرانيا بالاضافة عن ازمة المياه التي يمر فيها العراق بالاضافة الى الملف السوري فهناك ملفات كثيرة على المستوى الخارجي هناك رغبة من العراق وتحرك في الحقيقة خلال الايام الماضية فيما يخص الضغط على دول الجوار التي تمنع دخول المياه منسوب المياه الى نهري دجلة والفرات فهناك رغبة من العراق بتعاون مع المجتمع الدولي لضغط على هذه الدول وفق للقوانين الدولية لتحرير نسبة اكبر من المياه لتدخل الى الاراضي العراقية وهناك اكيد الملف الابرز وهو ملف الطاقة كما تعلم ان العالم يواجه بسبب الحرب في اوكرانيا نقص في امدادات الطاقة الدولية وهناك دور مهم للعراق في هذا ويحاول العراق ان يستثمر هذه الفرصة لدع المجتمع الدولي لاستثمر في الطاقة العراقية وهناك في الطاقة العراقية وهناك اكيد تركيز ايضا على الطاقة النظيفة واستثمار من الغاز المصاحب لاستخراج النفط فهناك دور مهم اكيد ثقل عراقية من ثقل الاقتصادي بالاضافة الى السياسات الحكيمة بالتواصل ومد جسور مع دول الجوار نعم زينب راهيم مراسلة العراقية الاخبارية من واشنطن شكرا جزيلا لانضمامك الينا اعود لضيفي في الاستوديو الدكتور حسين علاوي دكتور الحضور الفاعل للعراق في مختلف المحافل الدولية واخرها في الاجتماعات الجمعية العمومية للمتحدة الى اي مدى يترجم هذا الحضور او يترجم فاعلية الاداء العراقي الخارجي على المستوى الخارجي ام ان الامر ايضا ما يقتصر فقط على الحضور وانما التحركات التي يجريها الوفد العراقي برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء يعني مساء الخير عليكم ومساء الخير على المشاهدين الكرام سيد سرمد هذه المشاركة والقيادة الفاعلة الوفد العراقي من قبل السيد رئيس وزراء الاستاذ منصف الكاظمي للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للممتحدة تمثل استكمالا لما نهجت به الحكومة العراقية خلال السنتين الماضيتين في ادارة ملف الشؤون الخارجية سوى بعادة ترميم العلاقات العراقية العربية والبناء عليها وهذا ما سعت وزارة الخارجية العراقية بتحويل المنهاج الوزاري لسيد رئيس وزراء الى برنامج حكومي وهذا البرنامج يرتكز على هذا المسار بالاضافة للدائرة الاسلامية كانت مع ايران وكذلك تركيا والباكستان وغيرها من الدول الاخرى وهذا ما لاحظناه هناك دبلوماسية فاعلة للعراق في هذا المجال كذلك الانفتاح وتطوير العلاقات وتعزيزها في ملفات متعددة مع اوروبا مع الولايات المتحدة الامريكية مع استراليا مع دول امريكا الشمالية وكذلك دول امريكا اللاتينية وافريقية وهذا ما نلاحظ ان هناك انفتاح دبلوماسي كبير حقيقة لشؤون الخارجية العراقية وكذلك بالمقابل الهدف منه هو تعزيز ملفات اساسية تركز عليها الان الحكومة وتعمل وزارة الخارجية العراقية من خلال سفاراتنا الممتدة للعمل عليها سواء في مجال مكافحة الارهاب امن الطاقة امن الغذاء وكذلك البناء التحتية وتطويرها نقلة تكنولوجيا والاستثمارات والتنمية وتسويق حقيقة منجزات الجهاز الحكومي وهذا ما سيعمل عليه السيد رئيس وزراء في كلمتي حقيقة ان كان فيما يخص الاصلاح الاقتصادي او الاصلاح الامني او الاصلاح الشامل وكذلك بالمقابل اهتمامات الحكومة العراقية والتزاماتها في قضايا التعليم والمرأة وكذلك الشباب وكذلك الاقتصاد الجديد الذي هو يرتكز على الاقتصاد الاخضر الذي يرتكز على الطاقة المتجددة والاستثمارات فيها وهذا ما سعى الجهاز الحكومي لتطوير اسم وزارة الكهرباء وكذلك مجال عمل وزارة الكهرباء واستثماراتها في هذا المجال بالاضافة كذلك الى عرض الفرص الاستثمارية من خلال النقاش الذي جرى من قبل السيد رئيس وزراء مع ملوك وقادة ورؤساء وكذلك بالمقابل بمدراء المؤسسات التنفيذية الخاصة بالاقتصاد والتنمية والعمار ان كان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغير من المنظمات بالاضافة للحوارات التي جرت كذلك مع حلف الناتو حول بناء القدرات العسكرية وتطوير كذلك الامكانات الامنية والاستخبارية في هذا المجال والعمل طويل الامد في مجال تطوير قدرات القوات المسلحة العراقية في ادارة مرحلة بناء السلام وكذلك بالمقابل علاقاتنا الممتدة القوية مع الولايات المتحدة الامريكية وكذلك علاقاتنا مع دول الخليج في مقدمة المملكة العربية السعودية ولاحظنا اللقاء الذي حصل بين السيد وزير الخارجية العراقي وكذلك السيد وزير الخارجية السعودي وكذلك بالمقابل اللقاءات المكوكية التي اجراها السيد الرئيس الوزراء مع القادة والملوك وكذلك بالمقابل ان كان مع الاردن ان كان كذلك مع دول عديدة اخرها رئيس الوزراء الاوكراني وكذلك بالمقابل المسارات الاساسية التي الان يركز عليها السيد الرئيس الوزراء وهي قضية البنى التحتية والتكنولوجيا وكذلك بالمقابل القدرة على تحريك الاقتصاد العراقي لاستثمار قطاع الطاقة والنقل والتجارة الدولية وهذا ما يعمل عليه من خلال الملفات الإقليمية بالإضافة لمساعي العراق الحميدة في خفض التصعيد في المنطقة والحوارات الإقليمية هل يمكن لهذه اللقاءات التي أجريت أن تختصر وقت حسم ملفات عالقة؟ أكيد طبعاً تلاحظ الجمود الذي كان في العلاقات على الصعيد الإقليمي الجمود الذي كان حاصل بالعلاقات السعودية الإيرانية الآن العلاقات تقدمت تقدم كبير الملف تحول من ملف قطع العلاقات وملف أمني واستخبار إلى ملف سياسي وكذلك انفتاح في العلاقات وكذلك بالمقابل هذا الانفتاح انعكس على المنطقة إن كان في أزمة اليمن في أزمة سوريا وغيرها من الأزمات الإقليمية الأخرى وهذا بالتالي ما يجعل حقيقة هناك فرصة للعراق من خلال مساعي الحميدة ودور الإقليمي الذي عاده وأصبح مقبولاً أكثر من أي وقت مضى سواء إقليمياً أو دولياً وكذلك بالمقابل انعكاس ظلال هذا الموضوع وارتداداته الإيجابية على الأمن القوم العراقي إن كان على الجانب الاقتصادية وعلى الجانب السياسي أو كذلك على الجانب الاجتماعي وهذا ما حصل الآن حقيقة وهذا ما لاحظنا أنه الدولة الآن العراقية بدأت تتمتع بقدرة وحرية عمل جيدة وحركة فاعلة هناك الآن تشخيص معمق إلى المشاكل الخاصة بالبنى التحتية كان في قطاع الكهرباء وهناك انفتاح ومساعدة واستماع حقيقي وتفاعل طبعاً من قبل المملكة الأردنية الهاشمية مصر المملكة العربية السعودية إيران وكذلك بالمقابل فيما يخص ندرة المياه هناك عمل دولي لمساعدة العراق في هذا الموضوع لاستثمار قرارات الجمعية العامة لأمم المتحدة وكذلك بالمقابل قرارات قد تكون صادرة من مجلس الأمن بالإضافة لأعلاقتنا مع دول تركيا وإيران في هذا الموضوع والحوارات المعمقة التي تجري في هذا المجال لأن ندرة المياه بدأت تؤثر على الواقع الاجتماعي والواقع كذلك الاقتصادي العراقي وهذا ما يتطلب تحسب وكذلك رؤية وعمل من قبل الحكومة العراقية ومن قبل وزارة الخارجية العراقية ووزارة الموارد المائية وهذا طبعاً ما يعمل عليه الآن السيد رئيس وزراء إن كان في اجتماعات الجمعية العامة لأمم المتحدة أو كذلك يموعد لحوارات معمقة خلال المرحلة المقبلة تعقد سواء في مؤتمرات عراقية داخل العراق أو كذلك المؤتمرات الإقليمية والدولية التي تشارك بها الوزارات القطاعية المسؤولة عن تنفيذ سياسته في هذا المجال دكتور الخبرة التي امتلكها العراق في مجال مكافحة الإرهاب أو في الأمن بشكل عام هل يمكن أن تهيئة للعب دور إقليمي ودولي في الفترة المقبلة؟ يعني أكيد العراق الآن يمتلك خبرة كبيرة وعميقة مثل ما أشرت حضرتك في قضية مكافحة الإرهاب وقضية القتال في المناطق الببنية هذا القتال من هذا النوع خصوصا في بداية القرن 21 على مدى أكثر من 20 سنة حاربنا ثلاثة أجيال للإرهاب تمثلت بالتنظيمات الإرهابية التي كانت محلية ذات امتدادات تقليمية ثم تنظيم القاعدة الإرهابي ثم تنظيم داعش الإرهابي الذي انهار انهيار كبير جدا على المستوى الاستراتيجي وحتى على المستوى التشغيلي والآن كذلك بالمقابل على المستوى التكتيكي كذلك بدأ نلاحظ أن هناك نجاحات كبيرة طبعا لقواتنا المسلحة العراقية بكل مختلف صنوفه وفي الأمس كان هناك عملية كبيرة لجهاز مكافحة الإرهاب بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني لضرب واحدة من المظافات والكهوف التي استخدمت تنظيم الإرهابي في المناطق الصحراوية والزراعية وهذا بالتالي ما يجعل المدرسة العراقية لمكافحة الإرهاب إن كانت لدى جهاز مكافحة الإرهاب ولدى الجيش العراقي أو الحجد الشعبي أو كذلك الأجهزة الاستخبارية والأمنية والشرطة الاتحادية هي مدرسة فعالة في هذا المجال وبالتالي هناك الآن تعاون مع التحالف الدولي مع الولايات المتحدة الأمريكية مع حلف الناتو وكذلك مع التحالف أو غرفة التنسيق الرباعية وغير كذلك من الفعاليات الإقليمية الأخرى التي بدأ يمتد العراق عليها باتجاه نقل الخبرات وتبادلها سواء مع دول الخليج وغيرها من الدول الأخرى وبالتالي هذا التبادل وهذا التفاعل حقيقة يعطي صورة واضحة لأن العراق وقدرات العراق العسكرية قد استعادت عافيتها والآن نحن في مرحلة تنظيم هذه القوات المسلحة العراقية بعد القتال الكبير الذي حصل في المعارك الكبرى للتحرير والآن كذلك ننتقل إلى التفاعل مع العالم من خلال التدريب وبناء القدرات وتشارك المعلومات ومشاركة الضباطنا طبعا في الأكاديميات الدولية كانت في الملايات المتحدة الأميركية أو فرنسا أو استراليا أو كذلك بريطانيا وغيرها من الدول الأخرى وكذلك أوروبا وهذا بالتالي ما يعطي فرصة كبيرة للتعاطي والتفاعل في هذا الملف طيب دكتور يعني على ذكر الملفات اللي تحدثنا عنها كلها لكن بكل تأكيد لا يمكن العبور التحدي السياسي الداخلي هل يمكن أن يطرح في مثل هذه الاجتماعات أن يتم الحديث عن هذا الموضوع ثم هذا الحضور الفاعل للعراق في مثل هذا المحفل الدولي يفترض أن يكون إلى انعكاس داخلي وما يحقق العراق على الساحة السياسية الخارجية بحسب حضراتكم بالعلوم السياسية يفترض أن يكون هو انعكاس لنجاح السياسة الداخلية ما الذي يحصل الآن العكس كيف يمكن تفسير هذا الأمر وكيف يمكن استثماره لأن هناك فصل بين ثلاثة قضايا أساسية حدثت بالدولة العراقية منذ عام 2020 فصل بين الجانب العسكري والأمني والجانب السياسي وهذا ما تعمل عليه حقيقة بمهنية عالية جدا قيافة العمليات المشتركة وكذلك الوزارات والأجهزة الأمنية والعسكرية وحتى العلاقات مع قوات البشمرقة وكذلك الأجهزة الاستخبارية الموجودة في الإقليم هناك تعاطي كبير في أن يعزل عن الملف السياسي وهذا نجاح كبير جدا في هذا المجال قضية الأخرى كذلك الأزمة التي تمر على البلاد وهذا ما شخص السيد رئيس وزراء قبل خروجه من العاصمة بغداد حقيقة متوجهة إلى نيويورك أزمة داخلية وأزمة تحتاج إلى قرار وطني عراقي بامتياز وهذا بالتالي ما يدور حقيقة حول مبادرة الحوار الوطني والجولة الثالثة التي تحدث بها السيد رئيس وزراء بصورة واضحة في لقاء معاقلات العراقية في هذا المجال حقيقة إلى الشعب العراقي وقادة القوة السياسية العراقية وقال قد نذهب إلى عقد الجلسة الثالثة من مبادرة الحوار الوطني وهذا أتوقع أنه منظور متقدم بعد حوارات قد تجري بين القوة السياسية العراقية وبعد أن تنتج اللجنة الفنية والسياسية التي خرجت بعد الجلسة الثانية من مبادرة الحوار الوطني لتؤسس إلى خارط الطريق اتفقت على قضية الانتخابات المبكرة لكنها قد تناقش نقاشا عميقا قضية وضع خارط الطريق للوصول إلى هذه النقطة سواء بالخيارات الموجودة لدى القوة السياسية العراقية التي تختلف فيما بينها باتجاه هذا الموضوع وباتجاه كذلك بالمقابل الحوار مع سيد مقتدى الصدر بصورة مباشرة وغير مباشرة وهذا طبعا ما سيتم التباحث به بعد عودة السيد رئيس وزراء وكذلك بالمقابل لقاءات التي سيجريها مع قادة القوة السياسية العراقية في هذا المجال من أجل تحديد الموعد الزمني وكذلك بالمقابل البحث بمخرجات اللجنة الفنية والسياسية التي ستقدم إلى قادة القوة السياسية العراقية على أثر الجلسة الثانية وهذا بالتالي ما يؤسس حقيقة إلى حوار سياسي عميق لعملية تفكيك الأزمة وتحديدها وكذلك وضع خيارات سليمة لها لا ترتد بالمستقبل لا على المواطن لا على المجتمع وعلى الحكومة وعلى كذلك بالمقابل الالتزامات الدولية للعراق والالتزامات الإقليمية للعراق الدكتور حسين نعلاوي مستشار رئيس الوزراء شكرا جزيلا لوجودك في اليوم السابع شكرا جزيلا إلى الملف الثاني الانسداد السياسي كما يعبر عنه من قبل السياسي يقترب من عام كامل بالرغم من عديد المبادرات التي قدمت لحلحلة الأزمة فلماذا لم تستطع الكتل السياسية من تجاوز خلافاتها والهناك حاجة لتقديم تنازلات ومن من وماذا عن إمكانية عقد جلسة للبرلمان هذا الملف وكل ما يتعلق به نناقشه مع أستاذ الأعلام الدكتور غالب الدعمي وسيد عقيل الرديني عضو تلاف النصر لكن بعد أن نتابع هذا التقرير لحازم الشرع لا بديل عن تسوية وطنية حيدر العبادي رئيس اتلاف النصر يعاود تأكيد بنود مبادرته المنطلقة من موقعه في الإطار التنسيقي المنضوي ضمن صفوفه حل الأزمة الراهنة عبر أزمة أخرى يجذر الأزمات في المشهد السياسي إنها إشارة لاعتماد مقاربات سياسية لا تتجاهل دور التيار الصدري عبر الإصرار على تشكيل حكومة توافقية الإطار التنسيقي ليس على قرار واحد هناك قرارات تخص كتلة النصر تغريدة السيد العبادي كانت واضحة جدا وغير هم الأمور ولكن بالمجمل هو ذاهب لتحقيق أدواته السابقة محاولات عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إثر استقالة الكتلة النيابية الصدرية فجرت احتجاجات البرلمان الاستمرار بهذه المحاولات يؤزم الوضع في البلاد لا بد أن يكون هناك تفاهم مع التيار الصدري وإلا عملية تشكيل الحكومة عقد جلسات البرلمان لا يمكن أن تمضي بدليل أن البرلمان كان يتواجد فيها تتبع التيار الصدري لوقت طويل وبالتالي هذه الرسالة من التيار الصدري إذا خرج من العملية السياسية إنما قواعد الجمهورية موجودة في الشارع ويحرك في أي مكان يتواجد فيه البرلمان لعقد جلسة مبادرات حل الأزمة المتصاعدة تفتقد لمحاور ضامنة تمكن شقي البيت الشعي من استعادة هامش الثقة المفقود هامش تلاشى خلال طريق طويل استبعدت فيه نتائج الانتخابات الأخيرة حازم الشرع العراقية الإخبارية برداد أجدد الترحيب بضيوفي وأبدأ مع الأستاذ عقيل الرديني أستاذ عقيل نقترب من مرور عام من بدء أو انتهاء الانتخابات وبدء الأزمة السياسية وجدير بالذكر أنه لحد الآن ماكو حلول تلوح بالأفق وإنما هناك نظرة أنه الأزمة ستستمر وربما تتعقد أكثر من ما هي الآن كيف تقرأ هذا الأمر وإذا كان أكو حلول طرحت ممكن أنه حضرتك تناقشها معنا بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك أستاذ سرمان مشاهدي قناتكم ضيفكم العزيز دكتور غالب صراحة ما أنتجته العملية الانتخابية الأخيرة من نتائج كانت غير مرضية لكثير من القوى السياسية وثم صادقت المحكمة الاتحادية وسلمت للأمر الواقع أغلب القوى السياسية التي كانت معترضة وبدأ الحوار يعني أعتقد هذا أخذ كثير من الوقت في يعني من وقت تشكيل الحكومة وصار تجاوز هناك كثير على المدد الدستورية التي يحددها القانون لتشكيل الحكومة ثم بدأ يعني موضوعين ظهرا للساحة السياسية موضوع الأغلبية وموضوع التوافقية وإلى أن وصلنا إلى هذا الصراحة إلى الطريق المزدود في كل هذه الحوارات والمحاولات كان لدينا نحن مثلا في اتلاف النصر الكثير من المبادرات الواقعية التي تعتمد الحل الواقعي والحقيقي للمخرج الحقيقي للأزمة السياسية لكن أحيانا في كثير من الأحيان يعني تفتقد هذه إلى مخرجات حقيقية أو تخرجات حقيقية ممكن أن تطفو إلى الساحة السياسية الآن أعتقد ربما في هذا الوقت بدأ الكثير يدرك أنما يطرحوا اتلاف النصر من رؤية واقعية لحل الأزمة السياسية بات واقعيا وهناك تجاوب الكثير من القوى السياسية سواء داخل الإطار أو خارج الإطار بهذا الاتجاه والتي تتحدث هذه التخرجة أن نذهب باتجاه انتخابات مبكرة حتى لا يشعر الطرف الآخر مثلا هو التيار الصدري اللي كان حاصل على 73 مقعد وهو الفائز الأول يعتبر أن يحس أنه أو يشعر أنه مغلوب في هذه العملية اللي يحتد من الانسحار وأكو تجاوب سيد عقيل أكو تجاوب أنا أعتقد أكو تجاوب يعني كانت مبادرة السيد رئيس الوزراء رحبنا بها يعني عندما أطلقت كانت قريبة وأعتقد هناك جلسة جديدة أيضا يعني للحوار يعني ربما في الأيام القليلة القادمة وكذلك يعني ما طرحه السيد الحلبوس أيضا كان قريب من بعض التوجهات اللي طرح يعني نذهب باتجاه انتخابات مبكرة طرح النظر بتعديل قانون الانتخابات وقانون مفوضية هذه قريبة جدا من يعني تخريجاتنا لحل الأزمة السياسية الخان بالتالي لا يمكن أن يعني أن يكون هناك مثل ما الإطار بالبداية رفض أن يقصى من العملية السياسية اليوم نحن في اتلاف النظر أيضا نرفض إقصاء أي طرف اليوم عندما يعني يصير إقصاء أو تهميش لطرف معين أعتقد يعني لم يكتمل الحوار ولم تكتمل تشكيلة الحكومة بالشكل الصحيح اليوم نحن نريد ننتج دولة نريد ننتج مؤسسات نريد ننتج أصلاح فإذا ما كان هناك معارضة شديدة وتظاهرات وتحديات أعتقد الدولة أو الحكومة ما راح تأدي المهام الصعبة في هذه المرحلة الملقات عليها في ظل هذه الغروف وهذه التحديات خلاصا دكتور غالب بهذا الخصوص دكتور يعني بعد وصولنا لهذه المرحلة أكو أخبار تقول أنه سيكون هناك وفد يذهب إلى الحنانة للقاء سماحة سيد مختلف الصدر من أجل الوصول إلى حال أو لطرح مبادرة هذا يجري وهناك أيضا تحذيرات للتظاهرات أعلنت عنها اللجنة المركزية المنظمة لتظاهرات تشرين أكو ترقب أكو توتر حقيقة ماكو رؤية واضحة أنه شون راح يكون الحل وشون راح يكون عليه الوضع بعد أيام من الآن قراءتك لما يجري والسيناريو الأقبل أو عفوا الأقرب للقبول سعدتم مساء الأستاذ سرمان وأستاذ عاقيل الرديني وجمهور قناة العراقية الغضاء يعني للآن الوضع الشائق طبعا ما نسمعه حيانا بعيد عن الحقيقة ولكن أن تقول لي حيانا نسمع أن هناك شد وجذب أو هناك تشدد أو هناك عدم رغبة في حل المشكلة نعم بعض الأطراف تفعل هكذا ولكن جهود حثيثة أخرى يعني كبيرة من أجل حل هذا الإشكال وتقريب وجهات النظر على مستوى العراق لأنهم يدركون فيها ظل هذه الأوضاع الدولية أن الأمور قد تفلت في العراق وتكون نتائجها أكثر بكثير من الذهاب للتيار الصدر بمعنى أن الذهاب للتيار الصدر هو أقل هو لن يكون فيه خسائر كثير أبدا حتى لو انتنازلت بعض الجهات ولكنها لحساب المصلحة الوطنية لكن المشكلة الرئيس عدنا في العراق للأسف الشديد نحن نبحث في الأعراض ولا نبحث في السبب الذي أدى إلى هذه المشكلة وللآن الطبقة السياسية ربما أكاد أقول أجمع أنهم في الغالب يتحدثون عن تشكيل حكومة يتحدثون على حصول على وزارات يتحدثون عن تنمية أحزابهم لكن لم يتحدثوا عن تنمية الشعب ولو اتجهوا باتجاه المشكلات الشعب أنا على يقين أن هذه كل هذه المشكلات هذه أعراض أعراض لإغفالهم قضايا المجتمع فيما يخص دكتور ربما حتى نكون يعني واقعين بالطرح إحنا عدنا مشكلة بنيوية ما عدنا خط نمشي عليه سياق وهذا يعرف اللي إله وهذا يعرف اللي عليه وعلى سبيل المثال هو موضوع الخروقات الدستورية اللي موجودة بالدستور لكن ما لها أي عقوبة أو أثر يترتب على حصول خرق دستوري لو هذا كان موجود كان كل طرف يعرف اللي إله واللي عليه ونتيجة عدم الالتزام بالمدد الدستورية رح يحصل كذا هذا هو السبب الرئيسي هذا إذا ما يحل تعتقد أي حل آخر هو مو حل لا لا هو لماذا ننتظر أن نضع جزاء في الدستور لمن يخرقه هو الدستور خرق في كل دورة انتخابية يخرق حتى في تطبيقه يخرق في تفسيره من قبل الساسة يخرق إذن الطبقة السياسية غير مستعدة أن تجعل الدستور سليما من قبلهم لكن دعنا نتحدث في ما يجري الآن في ظل هذه التوافقات ربما هناك زيارة مرتقبة ربما للسيدة بلاس خارس للحنانة قد تسبق زيارة الثلاثة وإن كانت للآن لم تؤكد أو لم يصدر تأكيد على زيارة البارتي والسيادة وأحد أطراف الإطار إلى الحنانة هذه لحد لم يتم تأكيد لكن الأقوى منها قد تكون هناك زيارة للسيدة بلاس خارس تسبقها باتجاه حل حلة الأمر وربما ما كان أكو زيارة سعب قوة وما حل حلة الأمر الظرف الآن اختلف كثيرا يعني إحنا ما يمكن أن ننسى يوم 29 الأسود أنا أسميه أسود لأن فقدنا فيه الشباب بعمر الورد وهم بالنتيجة بغض النظر عن عمارهم من الشعب الإراقي فلا يجب أن يصل الإراق في أي يوم ما إلى هذا الذي حدث يوم 29 إلا إذا كان هناك من يرغب هذا بحث آخر سيل عنه الله والتاريخ والشعب إلا أنه نحن بشكل وبيأخر كمراقبين كمواطنين نسعى بجد يعني وننتظر الحكماء والعقلاء من هذه الأمة يعني تتفق مع السيد رديني بما طرح عن مبادرة النصر واتساقها مع ما طرح السيد رئيس الوزراء شوف مبادرة النصر أنا أدي مشكلة بيها وتناقشت قبل أن ندخل الستوديو وإستاذ عقيل هو قبل يوم أو قبل ساعتين وقع هكذا ظهر في الإعلام نعم وقع أنه مع بيان الإطار هو حاضر ووافق وجاء يعني سمح له بأن ينشر وبعد ساعات كان هناك بيان قاسي جدا أنا أستطيع أن أوصف هذا البيان قاسي جدا ويدهب باتجاه الحلحلة يقول لا بد أن نخرج من هذه الأزمة وكان واضح جدا بأنه هناك أسرى كثير نعم تقصد بيان من النصر معا بيان سيد بيان اتلاف النصر وهذا شيء كبير جدا بمعنى أن هناك رغبة لكن هذه الرغبة لم أجدها في بيان الإطار والسيد وإتلاف النصر جزء من إتلاف نحتاج إلى رؤية صريحة وحتى السيد هذا العامري أيضا يأخذ رؤية نفسها وإن لم تظهر في الإعلام دائما ولكن نتمنى حتى يكون الآخر يقبل الحديث أن تكون هذه المواقف ظهرة في البيان الجامع للإطار التنسيقي لأن لا يمكن لا يمكن أن يعني يسمح هذا الشعب العراقي بعد الآن إلى حدود فوضى في الشارع العراقي نفق الشباب يتأخر مصالح الناس يتأخر خليني أسأل أستاذ عقيل بهذا الصدد وعود لحضرتك لأسألك عن الطرف الآخر أستاذ عقيل في أكثر من مرة المتابعين محلس سياسيين الجمهور يشوفون أنه النصر في مبادراته بطريقة تناول للأزمة السياسية يبحث دائما عن حل وسط عن تقريب وجهات النظر يتفق بموضوع حل البرلمان هل النصر رؤية مغايرة عن ما يطرح في الإطار بشكل عام تطرحون هذه الرؤية داخل الإطار في اجتماعاتكم أنه أنتم مو مع يعني ما يصدر بالكامل عن الإطار لديكم رؤية مغايرة يعني لا شك ما يصدر بيانات ومبادرات من يعني اتلاف النصر هي هذه تمثل يعني رأي اتلاف النصر في يعني صدد هذه المشكلات أو القضايا المعروضة نعم أما كثيرا ما يعني ذكرنا في الإعلام أن الإطار التنسيق هو ليس كتلة سياسية وليس كتلة سياسية واحدة مواحدة ولديها نظام داخلي وإنما مجموعة من القوى السياسية وحتى الأخوة في التيار الصدري كانوا منظوين ضمن يعني هذا الإطار أو تحت يعني قبة هذا الإطار وبالتالي في الإطار مجموعة من المواقف ربما كل يعني جهة سياسية لديها موقف معين لكن البيانات يتم صياغتها بطريقة تنسيقية بهذا الصدد أو بهذه الطريقة التي تخرج للإعلام أما الموقف الرسمي لإتلاف النصر هو ما يظهر من مبادراتنا ومن يعني بياناتنا اللي تدعو إلى حل حلة الأزمة وعدم خلق أزمات وعدم شعور الآخرين بالغالب والمغلوب ويجب أن نمرر يعني العملية السياسية الآن الحاضرة وفق سلتين السلة الأولى أن نتفق على بشكل جماعي حتى وأن لم يشترك الأخوة أكو أطراف بالإطار رافضة لموضوع عادة الانتخابات أو حل البردمان ما زالت لحد الآن يعني أنا لستم يعني متحدثا باسم الإطار هذا ممكن يسأل الأخوة في الإطار التنسيقي لكن لا شك هناك اختلافات أنتوا طرف من أطراف الإطار نعم لا شك أنا أتحدث عن ما يخص يعني تلاف النصر نعم مثل ما ذكرت لك سيد سارمد يعني هناك كل جهة سياسية وحزب سياسي لديه رؤى قد تختلف عن الآخر باعتبار أن الإطار هو ليس كيان سياسي واحد وإنما مجموعة من الكتل السياسية والقادة السياسيين ومنضوين تحت هذا الإطار لتنسيق البيانات والمواقف بشكل عام بالخطوط العريضة وليس بدقائق الأمور دقائق الأمور ما تخرج يعني فيما يخص النصر ما تخرج من بيانات رسمية من مكتب النصر الإعلامي وما نتحدث به نحن كمختصين في هذا المجال هو هذا يبين رأي النصر طيب دكتور غالب كثيرا ما سألنا عن يعني مبادرات موافقات تنازلات ممكن أنه تصير الرضوخ لبعض المطالب الشعبية اللي توجه للإطار في أن يتفق مع التيار لكن بالمقابل هل التيار أيضا ممكن مبادرات من أجل تخفيض سقف المطالب للوصول لمنطقة وسط بين الطرفين وحل الأزمة بالتالي طبعا هي المنطقة الوسط التي يريدها الإطار بعض أطراف الإطار هو تشكيل الحكومة وإعطاء التيار الصدري بعض الوزارات والمضي بإكمال الدورة هذا الذي في بال الإطار أن يعطيه للتيار كان أكو مقترح آخر أنه تشكيل حكومة يكون مهمتها الرئيسية هي إجراء انتخابات بعد حل البرلمان بعد عام أنت سألتني وأنا حتى جاوبك هذا الرؤية عند الإطار بعض الأطراف الإطار طيب وطبعا هذه التيار الصدري لا يناقشها باعتباره أصلا على استعداد لترك حتى المناصب الإدارية البسيطة لمن يحسب على التيار الصدري يتركها وترك 75 نائب ترك نائب الأول مثل النواب فلا يمكن أن يقبل بأن تعطيه وزارتين أو ثلاثة وحتى ستة وزارات حتى تقولها تعال شارك بالحكومة وبالتالي الفشل يتحمله هو لكن المطلوب الآن اتفاق حقيقي يعني ينتشر الإعراق من الأزمة حتى لا يتحملها هذه الجهة ولا هذه الجهة يريد انتخابات مضمونة لأن كما أقول لك وجهة نظر الإطار واضحة يعني يعني أدعي بها هم ليس لا يرغبون بإجراء انتخابات مطلقا هم ماضون باتجاه تشكيل حكومة وليكن ما يكون ومرشحنا فلان الفلاني هذا الذي نريده وحتى إن جاملوا التيار الصدر ربما مجاملة هنا وهنا في الإعلام ولكن القرار الرئيسي لا لا انتخابات ولا بد من جدوى الانتخابات وهناك بعد تشكيل الحكومة سيقولون لا توجد تخصيصات ولا حاجة لانتخابات وكلام كثير وهذه بالنسبة لتيار الصدر يعرفها لكن كما قلت لك استاذ احنا خلي نبحث بالأعراض نحل الأعراض الأولى المشكلة ليس لأعراض خلينا نحل المشكلة الجذرية وننتهي من هاي قضية الأسباب اللي تصدر بسبب العلل الرئيسية الرئيسة بسبب المرض هو احنا فكروا الأخوان بحل مشكلة التقاعد مثلا فكروا الأخوة جميعا طبعا دكتور هاد تتكلم عنه تحلها حكومة بعدها منهاج عمل تقدمه وتحاسب عليه من قبل مجلس النواب اللي يعقد جلساته بشكل منتظام لجانة مستمرة بالعمل حتى ممكن يتم تقيم أداء العمل الحكومي ومنهاج اللي تقدمه تتحدث عن إجراءات تكون بها حكومة ليش طالب بها القوى السياسية وهي ما متفق على تشكيل حكومة أساسا يعني حضرتك وأستاذ عقيل وأنا جميعنا عايشين بالعراق من أبناء الداخل إذا صح التعبير ونشوف الحكومات من 2005 أول حكومة لحد اليوم ما نحلت مشكلة من مواطنين تراكم هو هذا السبب يعني هذا عزوف الناس عن حضور الانتخابات هو عدم حل مشكلاتهم ما عدنا تصفير للمشكلات يعني الآن المواطنين عندهم مشاكل ممكن تحلها الدولة بدون خسائر ياخر ممكن زي رواتب المتقاعدين 800 قرشي بدون حل بدون تكلفة للدولة ممكن تعين أكثر من 300 ألف مواطن دون أن تكلف الدولة ولا أستنت واحد معلمين أستاذ الجامعين لكن لا أعرف لماذا لا يتم أن نزود للمواطن وما أعرفت مشكلته وحلها زيانا حلت مشكلة المواطن تنحل مشكلة الدولة الحديث ذو شجون بهذا الموضوع لكن ونحن نقترب من النهاية هناك أنباء عن عقاد جلسة قريبة لمجلس النواب هل ممكن أن تعقد هذه الجلسة؟ شوف أساني باختصار لو سمعت أنا سمعت قبل شهر أحد المتحدثين قال ستعقد بعد يومين ما أعرف شنون يتكلم هذا الرجل أنا بس اللي عند المعطيات أنه الكرد الآن لم يتفقوا على رئيس جمهوري ينتخب رئيس الوزراء أولا لينتفق الكرد ومن ثم ليتفق الإطار هناك مشكلة إذن ما تتوقعك جلسة قريبة؟ لا أتوقع الآن وأقول لك يا صراحة حتى الإطار حتى الإطار حتى من يرفض يريد عقد الجلسة هو أيضا يحسب حساب للمشكلة لا يريد أن يكون سببا في أزمة قوية ويتحملها لا بد أن يجد لها مخرجا بمعنى أن الجلسة ليست قريبة أن تعقد بعنوان انتخاب رئيس الجمهوري طيب أستاذ عقيل نعم أنت حسب معلوماتك تعتقد أن يكون هناك جلسة قريبة قبل 11؟ يعني صراحة أن نحن في تلاف النصر نتمسك في رأينا أن يكون هناك حوار حقيقي جاد بين القوة السياسية والخروج من هذه الأزمات ومن هذه المشكلة أنا أريد كلمة واضحة أكو جلسة أو لا بحسب معلوماتك ما أكو جلسة أنا لا أشهد ما أعطي الموضي دكتور غارب صراحة لم أسمع أن هناك بيان رسمي خرج وجود جلسة لمجلس النواب بالأيام القادمة إذن اتفقتوا أنه ماكو جلسة في ختام هذا الملف شكري جزيل لضيوفي الدكتور غالب الدعمي أستاذ الإعلام في جامعة أهل البيت عليهم السلام شكرا جزيلا وأيضا شكري جزيل لسيد عقيل الرديني عضو اتلاف النصر شكرا جزيلا وشكرا ومصولكم سادة الأكارم على حسن المتابعة في أمان الله وحبه اشتركوا في القناة